اكد اسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الانسانية وشؤون الشباب ان عودة النشاط الرياضي بصورة عامة والسناف مباريات دور ناصر بن حمد لكرة القدم تمثل ظاهرة ايجابية لعودة الحياة الطبيعية في المملكة بصورة تدريجية وفق الاحترازات والارشادات الصحية الصادرة من قبل الجهات المختصة في المملكة مشيرا سموه الى ان الحركة الرياضية البحرينية امام مرحلة جديدة لعودة النشاط الرياضي ضمن احترازات وارشادات وبرتوكول صحي يضمن سلامة الجميع لتسيير المسابقات المحلية وقال سموه في تصريح له بمناسبة عودة نشاط كرة القدم نشدد على اهمية تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء القاضي بالسناف الدوريات المحلية بدون جمهور وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بالاضافة الى التقيد بالدليل الارشادي واللائحة الاحترازية والصحية والاجراءات التنظيمية والادارية لعودة النشاط الرياضي والتدريبات الرياضية والمسابقات الرياضية المختلفة الذي صدر عن وزارة شؤون الشباب والرياضة وأتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات وأضاف اسمو الشيخ ناصر بن حمد إن انطلاق مسابقات كرة القدم من جديد تمثل إشارة مهمة ورسالة إلى أن مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة نحو العودة إلى النشاط بصورة تدريجية من بينها مسابقات كرة القدم التي ستساهم في رفع المعنويات والحالة الإيجابية في المجتمع البحريني ويبعث الأمل في عودة الحياة كما كانت عليه وأشار سموه لقد بدلنا جهودا كبيرة من أجل عودة النشاط الرياضي ونشاط كرة القدم في المملكة وضعنا خطة احترازية بالتعاون مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وثقتنا كبيرة في وعي المجتمع الرياضي والتزامه بكافة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي حددت لعودة النشاط الرياضية وبينا اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نعمل من الفرق الرياضية مواصلة العطاء في الملعب وتقديم المستويات الكبيرة التي تؤكد التطور التصعدي لكرة القدم البحرينية وزيادة حجم الإثارة والندية والتنافسية بين الجميع للوصول إلى التنافس على المراكز الأولى في الدوري ونأمل لجميع الفرق المشاركة المشاركة التوفيق والنجاح في مسيرتهم بمباريات الدوري وعكس الصورة المشارفة عن كرة القدم البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر